معي على الهاتف الكاتب والبحث القبطي دكتور متحة بشاي عفوا دكتور كمال زاخر دكتور كمال مساء الخير يعني كيف ترى لما بقول ان ده اصبح خبر اعتيادي كيف ترى ذلك؟ الحقيقة احنا من جيل العانى قبل كده كتير في فكرة بناء كنايس وعشان كده صقت خرجت او طلعت ظاهرة البناء خارج القانون ده اسباب كتيرة الحمد لله قدرنا ان احنا نواجهها والدولة امتلكت شجاعة المواجهة الحقيقية وطرحت قانون او مشروع في الاول مشروع قانون بناء كنايس وشاركنا في مناقشته في تعديلات وكذا بشكل مؤثر لغاية ما صدر بالشكل ده صدر به وده يحسب للدولة ويحسب للساد الرئيس لانه شال صداع مزمن في دماغ المصر بحلا واحنا كنا بنشوف قد ايه الجماعات المتطرفة كانت بتستغل عدم موجود قوانين منظمة للبناء في الهجوم على اي فكرة بناء كنايس في اي منطقة خاصة في وجه قبلي وبالتالي من هنا بقى نقدر نقيم او نقدر نسمن مثل هذا القرار او مثل هذا القانون الذي صدر هو القانون صدر 2016 ولجنة تقنيني اوضاع كنايس شكلت 2017 بالزبط بالزبط انا بس عايزة اقول هنا يا دكتور انه عشان نشرح للناس فكرة تقنيني انه زمان الخط الهمايوني وفكرة ان انك التصلح حنفية في الكنيسة كان امر يعني بياخد وقت طويل جدا مصورة في الكنيسة هياخد وقت طويل جدا بناء العشوائي اللي حصل خارج اطار القانون لانه ما كانش فيه تصدر تصريح لبناء الكنيس وبالتالي كان فيه منازل كثيرة ومباني عادية بتبقى هي كنايس وده كان بيؤدي لبعض الحرائق وبعض المشكلات للدفاع المدني فدلوقتي بالتقنين ايه النتائج اللي احنا وصلنا لها بفعل هذا القانون نبرة واحد ان احنا حطينا نقطة في نهاية سطر البناء غير القانوني او اللجوء للبناء غير القانوني نظرا للقيود ونظرا للأزمات والمشاكل اللي كانت بتحصل ساعته وده نقطة مهمة جدا الامر التاني انه ابتدى يعني حصل فيه تعديل على فكرة في القانون حتى بعد صدوره خصوصا فيما يتعلق بالحماية المدنية نظرا لان اكتشفنا او المسؤولين اكتشفوا انه اغلب الكنيس مبنية فماكن ضيقة ومساحات صغيرة لا تسمح بانشاء منظومة حريق مثل مخاومة الحريق او منظومة للحماية المدنية وبالتالي يعني خففوا هذه القيود او الشروط بقدر الامكان بحيث انهم يقدروا يعني يزقوا تطبيق القانون الى الامام الامر التاني انه ودي ممكن انا بقاوز اربطها بشكل مهم جدا بهذا القانون انه في حرص من الدولة ومن الساد الرئيس تحديدا على انه كل البنايات الجديدة او المناطق الجديدة او المشاريع الجديدة يكون فيها كناس طيب على ست سنين هذا القانون صدر من 2016 2017 اللجنة في ست سنوات 3160 كنيسة كيف ترى هذا الرقم هل هذا الرقم متواضع ام انك تهدف نستهدف رقما اكبر طبعا انا بكنا نتمني انه احنا نخلص من الرقم الاجمالي هو الاجمالي كام يا دكتور الاجمالي 5400 كنيسة ومبنى خدمات يعني مش كنيسة بس في مباني منحقة بالكنائس بنسميها مباني خدمات الاجمالي كنائس ومباني خدمات حوالي 5400 كنيسة احنا بكلم على 3200 ومتين يبقى فاضل يبقى فاضل قصادنا الفين ومتين اتمنى ان الفين ومتين دول ما ياخدوش نفس الزمن اللي خددته التلات تلاف او بالقياس عليها بحيث ان احنا نحط نقطة لأفرد هذا السطر وازم بقولك انه بعد كده الاجراءات نفسها بتاعت بنا كنائز جديدة في اهتمام بانها تويسر وفي اهتمام انها تكاد تقترب من بنائد مبنى العالم بس طبعا الامور ما بتاخدش مسارتها السهلة لأسباب خارجة عن الاراضة يعني لسه ما زلنا بنعاني من الناس اللي بيحاولوا يعوقوا هذا العمل بشكل او باخر وطبعا دول معروفين لأسباب ما هيش اسباب دينية خالص انما هي لأسباب ربما تكون سياسية ربما تكون اه وبينوحراطية ايضا يعني ما تنساش ان البينوحراطية دي يعني متأصلة في الشعب المصري ما هذا ده 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 المراسي السقيل اللي ورسناه من الدولة العميقة للأسس لكن لكن كل شيء نقدر نعالجه اذا توفرت النية الصحيحة نعم وانا متصور ان الان في نية لانه نعود مرة اخرى لسكرة المواطنة اللي هي اساسا كانت السبب في صدور مثل هذا القانون نعم نعم ونصل في النهاية الى دولة لكل المصري شكرا دكتور كمال زاخر الكاتب والبحث القبطي المعروف